بسم الله الرحمن الرحيم موضوع اليوم السمنة تسبب سرطان الثدي السمنة ناتجة عن قلة الحركة والإفراط في تغذية غير صحية وغير متوازنة تعرف السمنة بمؤشر كتلة جسم أكبر من أو يساوي 30 كيلوغرام للمتر المربع وينتج عنها أمراض القلب والشريين ومتلازمة الأيض والسرطان حيث ترفع السمنة من خطر الإصابة بسرطان الثدي بـ 30 إلى 50% بعد سن اليأس وترفع من خطر عودة السرطان والوفيات بـ 18% لكل 5 كيلوغرام للمتر المربع خطر السمنة مرتبط أساسا بالنسيج الدهني يتكون النسيج الدهني من عدة مكونات أهمها الخلايا الدهنية الناضجة التي تحتبر مخزن للطاقة وخلية مفرزة لجزيئات كثيرة تدعى أديبوكين أهمها السيتوكين الالتهابي وهي بروتينات لها دور في الاستجابة المناعية لكن ارتفاع نسبتها في السمنة ينتج عنه الالتهاب المزمن الذي يسبب سرطان الثدي الأديبوناكتين وهو بروتين يساعد على زيادة حساسية الخلايا للأنسولين وعلى التقليل من نسبة الدهون في الدم وفي النسيج الدهني وهو مضاد لتصلب الشرايين الذي يسبب مرض ارتفاع ضغط الدم يتناسب تركيزه عكسيا مع حجم النسيج الدهني حيث يقل في السمنة وعند مريض السكري مما يسبب مقاومة الأنسجة للأنسولين الذي ينتج عنه فرط في الأنسولين المسبب لسرطان الثدي الغيزيستين وهو بروتين ترتفع نسبته في حالة السمنة ويكون مصحوبا بمقاومة شديدة للأنسولين الذي يلعبه دورا في داء السكري النوع الثاني وسرطان الثدي الأستروجين النسيج الدهني له القدرة على تحويل الأندروجين إلى أستروجين المسبب لسرطان الثدي اللابتين أو هرمون الشبع يفرزه النسيج الدهني بكثرة في الدم وينتقل للدماغ ليلعب دورا في تنظيم الطاقة وتنظيم الوزن بإحداث حالة الشبع 15 دقيقة بعد الوجبات ولها دور في تحفيز تكاثل الخلايا وتشكل أوايا دموية جديدة وفي الاستجاب المناعية والالتهاب وفي إيقاف الموت المبرمج للخلايا اللابتين تفرز بانتظام عند الشخص العادي ارتفاع نسبة اللابتين في السمنة يساعد على تكاثل الخلايا السرطانية وهو مرتبط بزيادة حجم الورم وأخيرا الدسم كلما امتلأت الخلايا بكريات الدهون كلما زاد وزن الإنسان وكلما نقص مخزونها كلما قل الوزن عدد الخلايا الدهنية يبقى ثابتا إلا إذا تشبعت كل الخلايا بكريات الدهون عندها تتضاعب لتخلق خلايا جديدة للتخزين وهذا ما يحدث في السمنة يوجد نوعا من النسيج الدهني نسيج دهني أبيض وهو المصدر الأساسي للطاقة ونسيج دهني بني والفرق بينهما أن النسيج الدهني البني خلاياه غنية بجزيئات الميتوكوندري التي تحول كريات الدسم إلى حرارة وبها فجوات صغيرة لتخزين الدهون بينما خلايا النسيج الدهني الأبيض فهي تحتوي على الميتوكوندري أقل وبها فجوة كبيرة لتخزين الدهون يتموضع النسيج الدهني الأبيض عند المرأة في البطن تحت الجلد ومحيطا بالأحشاء في السدي والفخذ بينما النسيج الدهني البني فيتموضع في الظهر والصدر والإبط والرقبة وفوق الكلة في حالة السمنة يتغير النسيج الدهني فتصبح خلاياه أكبر وعددها أكثر وقدرتها على الإفراز أقوى كثرة الخلايا المناعية والستوكين الالتهابي في النسيج الدهني يسبب الالتهاب المزمن الذي يلعب دورا في ظهور السرطان يؤثر النسيج الدهني في ظهور سرطان الثاتي بطريقتين أولا عن طريق النسيج الدهني الموجود في الأحشاء حيث في حالة السمنة يزيد إفرازه لـ EGFM أو الأنسلين-like growth factor الذي هو عبارة عن هرمون نمو يفرز من طرف الكبد دوره يحفز على نمو العظام ومختلف الأنسجة وعلى تركيب البروتين لكن ارتفاع نسبته في الدم عن الحد المطلوب يساعد على نمو الأورام كما يزيد إفراز الأستروجين بنسبة كبيرة في الدم وذلك أن السمنة ينتج عنها ارتفاع في نسبة الأستروجين والأندروجين في الدم بسبب نقص البروتينات الناقلة للأندروجين وتحويل الأندروجين إلى أستروجين في النسيج الدهني لذلك النساء اللواتي يعانين من السمنة بعد سن اليأس معرضات للأورام الحساسة للهرمونات وعند تشخيص الورم تكون الكتلة كبيرة وانتشار السرطان أكبر وأثناء العلاج تكون عرضة لنقص في جرعات العلاج الكيماوي والإشعاعي مما يؤثر سلبا على نسبة الشفاء ونسبة البقاء على قيد الحياة وخطر عودة السرطان يزيد من السيتوكين الالتهابي التي هي بروتينات صغيرة تفرزها الخلايا المناعية استجابة لعدة تنبيهات حيث تسمح بتواصل الخلايا فيما بينها وتوجه الاستجابة المناعية المناسبة هناك عائلات تتكون من 6 بروتينات تحت اسم التغلوكين 17 دورها مكافحة الميكروبات لكن إفرازها بكميات كبيرة يسبب الالتهاب المزمن ويحفز على نمو السرطان وانتشاره يزيد من اللبتين التي تساعد على تكاثر الخلايا السرطانية وإيقاف الموت المبرمج وعلى إحداث حالة الالتهاب المزمن وتنشيط مستقبلات الاستروجين حتى في غياب الاستروجين مما يساعد على نمو سرطان الثدي وإبطال مفعول العلاج الهرموني يقلل من الأديبوناكتين ما ينتج عنه نقص حساسية الأنسجة للأنسلين وبالتالي حدوث حالة فرط الأنسلين المسببة لسرطان الثدي ثانيا يؤثر النسيج الدهني في ظهور سرطان الثدي عن طريق النسيج الدهني الموجود في الثدي حيث تنشأ محادثة بين الورم والنسيج الدهني الذي له القدرة على التأقلم فتطرأ عليه تغيرات في إعادة ترتيب النسيج الدهني المجاور للورم مما يحدث اختلالا في توزع النسيج وتغير في مغفولوجيا الخلايا الدهنية حيث تبدو أصغر حجما لنقص الكريات الدهنية التي استهلكتها الخلايا السرطانية كما تفقد مميزاتها كخلية ناضجة فتصبح غنية بالسيتوكين الالتهابي وتتحول إلى خلية دهنية مرتبطة بالسرطان السي آآ التي تخدم الورم وتساعد على تطوره وعلى مقاومة العلاج الكيماوي والإشعاعي تقلل السمنة من حساسية الأنسجة للأنسلين فتقل قدرته على تخفيض إنتاج الكبدي للغليكوس وعلى تحفيز الأنسجة على إدخال هذا الأخير مما يؤدي إلى زيادة في نسبة الأنسلين تناسبيا مع مقاومة الأنسجة له للحفاظ على نسبة السكر في الدم متوازنة وهذه الزيادة في نسبة الأنسلين في الدم تسمى حالة فرض الأنسلين الأنسلين هو هرمون تفرزه الخلايا بيتا المشكلة لجزر اللانجرهانس في البنكرياس باستمرار في الدم عند الشخص السليم ودوره هو تنظيم نسبة السكر في الدم عن طريق تحفيز الأنسجة على تخزين البويكوس أو تحويله إلى طاقة يستفيد منها الجسم تجارب كثيرة أثبتت أن فرض الأنسلين يحتبر عامل خطر للإصابة بسرطان الثدي وسرطان المعي الغليظ سرطان البنكرياس وسرطان جدار الرحم كما أنه مرتبط بسرطان شرس وبنسبة وفيات كبيرة أثناء العلاج الأنسلين ومستقبله ذو الوظيفة غزين كيناز لهما دور في نمو الأورام الأنسلين ليس محفز للسرطان بحد ذاته لكن يؤثر بطريقة غير مباشرة حيث فرض الأنسلين يمنع مسار التمثيل الغذائي ويتحول إلى مسار يحفز نمو الخلايا ويثبت موت الخلايا المبرمج وهذا ما يعززه الـ EGF1 ترجمة نانسي قنقر